موسيقى أهلا بكم في أولى حواراتنا النهاردة في هذا الصباح تجربة جديدة وفريدة في مصر قطار كهربائي معلق للربط بين مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد وبينها وبين محافظات القاهرة والجيزة من المفترض أن يعمل هذا القطار على طول 35 كيلو متر بيستهدف طبعا خدمة من 200 ألف إلى 300 ألف راكب على هذا الخط من 6 أكتوبر والشيخ زايد إلى داخل المحافظات القاهرة أو الجيزة من المفترض أن الدراسات بتقول أنه ياخد من سنتين ونص لثلاث سنين حتى يستكمل هذا المشروع منافسة بين شركتين شركة صينية وشركة كندية لرساء العرض على إحداهم للتقليل في المدة الزمنية وأيضا فيه تكلفة هذا المشروع تعالوا نشوف بشيء من التفصيل هذا المشروع مع ضفنا في هذا الصباح معي الدكتور حسن مهدي هو أستاذ هندسة الطرق والمرور بهندسة عين شمس دكتور حسن صباح الخير صباح الخير يا فندم أهلا أولا عايزين ناخد فكرة عن الموضوع وهل الطرق في مصر فعلا في استعداد لاستقبال مثل هذا المشروع هو طبعا موضوع إنشاء المونوريل أو القطار المعلق لربط أكتوبر وزايد بالجيزة وطبعا القاهرة أيضا مشروع يعتبر من المشاريع القوية اللي هتسهل في حركة وانتقال المواطنين من هذه المدن الجديدة إلى داخل الجيزة ومن ثم إلى القاهرة نتيجة إلى أن ده يؤدي إلى إقلال من الاعتماد على السيارة الخاصة إحنا مشكلتنا في المرور على الطرق أن أصبح عندنا عدد كبير جدا من السيارات الخاصة والسلوك بتاعنا كمان إن إحنا مشاورنا حتى القصيرة أصبحنا نقضيها باستخدام السيارة مما أدى إلى اختناقات مرورية عديدة وخصوصا أن هذه المدن تعتبر ساتيلايت سيتز أو بنسميها مدن غير مكتملة بتعتمد على العاصمة الأم في رحلاتها يعني اللي سكنين في أكتوبر كثير منهم بيشتغلوا في الجيزة أو القاهرة والعكس صحيح وبالتالي هناك رحلات يومية كسيفة بين هذه المدن الجديدة وبين الجيزة والقاهرة هذه الرحلات الكسيفة تتم حاليا إما اعتمادا على السيارة الخاصة وجزء قليل منها يتم بالاعتماد على وسائل النقل العام والجماعي ولكن وسائل النقل العام والجماعي أصبحت في حالة محتاجة تطوير ومحتاجة علشان أقدر أقول مالك السيارة الخاصة أصيب عربيتك واستخدم الأوتوبيس أو استخدم المترو حتى لا بد أن أنا أكون موفر خدمة مميزة بمواعيد منتظمة وجودة ورفاهية علشان أخلي هذه الفئة من المستخدمين يسيبوا عربيتهم طواعية ويستخدموا وسائل النقل العام فيمكن المونوريل يكون هذه الوسيلة المهياش الوحيدة لكنها بادرة لربط هذه المدن الجديدة بالجيزة والقاهرة وبالتالي تقدر نخلي مالك السيارات يتركوا سيارتهم ويستخدموا هذه الوسيلة الجديدة طيب دكتور حسن هذا المشروع في مرحلة الدراسة ومن المفترض أنه بياخد من سنتين ونصف لثلاث سنين حتى للتنفيذ هل فيه توقيت محدد وضع لبداية إتمام هذا المشروع أم مجرد الدراسات فقط حتى هذه يعني الفترة المبدئية هي ثلاث سنين وزي ما سياتي قلت في المقدمة أن هناك حاليا تنافس ما بين شركتين والتنافس هيكون على التكلفة وعلى فترة الإنجاز لأن برضو فترة الإنجاز مهمة جدا كلما قدرت أن أنا أنفذ في فترة قصيرة كلما أنا كدولة استفدت من هذا المشروع استفادة أكبر على وعلى أن زي ما قلت لسياتيك في المقدمة حالا دلوقتي أن ما هواش الوسيلة الوحيدة يعني أنا محتاج بالإضافة للمونوريل أو القطار المعلق أن أنا أحسن وسائل أنها للعامل الجماعي أنا كان سؤالي لحضرتك هو فيه توقيت محدد لبداية هذا المشروع ولا مجرد دراسات فقط حتى لا الدراسات موجودة وانتهت لكن بمجرد ما يتم الترسية على إحدى الشركات المتقدمة لهذا المشروع هناك إجراءات قانونية لأنها بتبقى في شكل مناقصة أو ما شابه ذلك فور الانتهاء من هذه الإجراءات الخاصة بالمناقصة وترسية المشروع على الشركة التي ستقوم بالتنفيذ سيتم البدء فورا لأن الدراسات تمت على هذا المشروع طيب من طبعا خبرة حضرتك في الطرق يعني أي الطرق الأخرى أو الأماكن الأخرى التي من المفترض إتمام هذا المشروع فيها أو إكمال هذا المشروع إن قلنا نوم الشيخ زايد وستكتوبر لربطه بي القاهرة والجيزة لتخفيف الكسافة المرورية على طقل وسط البلد نفسها لا هو مش هيخفف الكسافة المرورية على وسط البلد أنا أتكلم على إن إكماله أو استكمال مرحلة أخرى تمام وطبعا إحنا خلينا نقول بالأولويات مترو الأنفاء تجربة نجحة جدا وحاليا يمكن بيستكمله الخط الثالث يقينا يعني مش يمكن بيستكمله خط الثالث وهو وصل لحد مصر جديدة هيكمل لحد مطار القاهرة وهيربط بعض المدن الجديدة وبالتالي مترو الأنفاء للمواطن يعني ما استخدموش هو بينقل تقريبا من 2.5 إلى 3 مليون مواطن في اليوم فتخيالي الرقم الكسيف جدا دو لو ما كانش مازال أو لم يكن لدينا مترو أنفاء فإذن هو مشروع حيوي جدا وأنا أعول عليه أنه هو يعني يكون وسيلة حضرية لربط هذه المدن الجديدة بالقاهرة أو حتى ربط المدن الجديدة ببعضها وبالتالي يسهل من انتقال المواطنين ويخفف الضغط على وسائل النقل الأخرى وأهمها طبعا السيارة الخاصة اللي بتسبب اختناقات مرورية يومية في الطرق أنا المجهودات اللي بتتم من الدولة في هذا المجال مجهودات محمودة ولكن لابد أن يكون هناك تكاملية في هذه المجهودات يعني وزارة الإسكان بتنهج نهج يخص بربط المجتمعات العمرانية اللي هي بتقوم بإنشاءها بالمدن والقاهرة والجيزة ووزارة النقل بتقوم برضو بمجهود في هذا الكلام أنا أطالب بتفعيل التعاون والتعاون موجود لكن كل ما كان أقوى وأكثر فعالية كل ما قدرنا أن احنا نشتغل بكفاءة أكثر لأن احنا عندنا مشروعات أخرى نقدر نستفيد بيها بالإضافة إلى القطار المعلق علشان نقلل الزحام اللي موجود في العاصمة أو في القاهرة القبرى بشكل عام هناك ما يسمى بدراسة النقل القومي بتعملها الدولة كل فترة بيتم تحدثها وبتشترك معنا فيها بعض الخبرات الأجنبية منها اليابان وبنطلع بتوصيات ومشروعات بنسميها مشروعات ذات الأولوية فهذه المشروعات ذات الأولوية المفروض أن أنا أبتدي أفعلها علشان اللي أنا هقدر أعمله النهاردة بمبلغ معين أو تكلفة معينة لو استنيت يمكن ما أقدرش أعمله لنتيجة زيادة التكلفة في المستقل طيب الشركتين مقدمين العرض شركة ثونية وشركة كندية على أي أساس معايير الاختيار هتكون هنا الشروط اللي وضعها الدولة لإرساءه على إحدى الدولتين يعني هناك العديد من المعايير اللي ممكن تدخل في هذا الإطار منها طبعا تكلفة التنفيذ وفترة التنفيذ والصيانة وفترة الضمان وكثير من العوامل الفنية أو المعايير الفنية المفروض أن أنا كدولة بحاول أخذ أقصى استفادة ممكنة من العرضين اللي موجودين مش كده وبس ممكن نتفاوض كمان مع الشركة إذا لم تحقق الرغبات المطلوبة من الجانب المصري من حيث مثلا جودة الخامات اللي هتستخدم أو القطار والمكينات المستخدمة في إدارة القطار ونظام الإشارات الموجود والمحطات وكثير من العوامل الفنية اللي ممكن تدخل في هذا الإطار طبعا المحطات بتاعة القطار المعلق بتكون محطات علوية وبتكون مربوطة بالحركة السطحية من خلال إما سلالة معدية أو سلالة متحركة أو أسانسيرات حيث أن المواطن بيقدر يستقل السلم المتحرك أو الأسانسير يطلع لحد المحطة بتاعة القطار المعلق ونحن لم نكن الأوائل في هذا المجال يمكن السعودية نفسها سبقتنا شوية بينفزه دلوقتي في مدينة الرياض المونوريل وبالتالي إحنا محتاجين لهذه النوعية من الوسائل النقل هي تعتبر صديقة للبيئة غير ملووسة كمان ما بنصطدمش بالمرافق تحت المرافق أسفل سطح الأرض لما من يشتغل زي لما بنعمل أنفاق أو بنعمل مترو أنفاق أو خلافه وبالتالي بتكون فترة التنفيذ أقل والتكلفة بتكون أقل بالمدة الزمنية المفترض أنه يخدها القطار بعد أن يتم بشكل كامل من الشيخ زايد إلى أو من مدينة ستاكتوبر مثلا إلى وسط القاهرة أو محافظة الجيزة أو القاهرة بشكل عام يعني هيكون أقل كثيرا من ما تستخدمه السيارة الخاصة حتى في حالة عدم موجود اختناقات مرورية يعني أنا في التصوري الخاص أنه ممكن من ستاكتوبر الوسط القاهرة لا تتجاوز من 25 إلى 30 ديئة وبالتالي أنا لو بستخدم معربيتي الخاصة حتى لو الطريق فاضي متهالي ممكن أخد زمن أكتر من كده هي بس النقطة الوحيدة فيما يخص القطار المعلق أنه هو كوسيلة نقل جيدة وذات كفاءة لكن السعة بتاعته أقل من مترو الأنفاق يعني مترو الأنفاق بينقل زي ما قلت لسياتك من 2.5 إلى 3 مليون مواطن في اليوم العدد اللي هينئله المنوريل هيكون أقل لكن بالنسبة لي تكلفته أقل وكمان تعرضه مع المرافق أسفل سطح الأرض أقل طيب دكتور حسن هيبقى فيه اتفاق مع هذه الشركة اللي سيتم إرساء العرض عليها على دوريات الصيانة يعني هيكون دوريات الصيانة من الصين أو من كندا ولا هيبقى فيه شركات فنية في مصر مسؤولة عن هذا الموضوع سوف يكون فيه مرحلة ضمان للمشروع وفيه مرحلة تشغيل تشغيل دوا هتقوم بيه الشركة المنفذة للمشروع ستقوم خلال هذه الفترة بالتشغيل والصيانة وخلال هذه الفترة لابد من تدريب الكوادر المصرية واشتراكها في أعمال التشغيل والصيانة حتى بنهاية هذه الفترة المنصوص عليها بالتعاقد تقول أعمال التشغيل والصيانة إلى الجانب المصري بعد أن يكون قد اكتسب المهارات الخاصة بهذه المهمة المنوض به إنجازها فباعتبر حضرتك أستاذ بكلية الهندسة حضرتك شايف أن الطلاب حتى في كلية الهندسة لديهم القدرات الفنية يعني بيستخدامهم وسائل تكنولوجية جديدة إزاي يكون فيه تعاقد مع العديد من الدول على حتى تدريب التكنولوجيا والتدريب على الوسائل الحديثة في التكنولوجيا زي اليابان مثلا في إطارات مثل القطار القهربائي أو غيره حتى من المشروع شوف أنا أقول حاجة حاجة الطلبة ما شاء الله في الجماعات المصرية على مستوى فكري ومستوى زكاء جيد جدا بيشتركوا في مشروعات التخرج وفي مشروعات داخل الجامعة بيقوموا بإعداد نماذج على مستوى جيد يمكن بيشتركوا فيها في مصابقات محلية وإقليمية يعني هناك نواة جيدة وخامة جيدة في الطالب المصري أو الباحث المصري يتم الاستفادة من نقول مزج التكنولوجيا اللي احنا هنجيبها بالأفكار المصرية حتى نصل إلى تطوير هذه المنظومة من أنظمة الإشارات على سبيل المثال احنا كمان مش بس للمونوريل احنا كمان عندنا في شبكة السكة الحديد مش موضوعنا النهاردة لكن احنا برضو عندنا مشكلة في التحكم في نظام الإشارات الموجود في السكة الحديد بعضها ميكانيكي وبعضها أوتوماتيكي وبعضها يادوي اللي لازال بيستخدم بالعمالة فتطوير المزلقنات وإدخال أنظمة إشارات إلكترونية بيساعد من تفعيل السكة الحديد والتقليل والحد من الحوادث نفس الكلام بأفكار وسواعد الشباب المصرية والجهات المصرية يمكن وزارة الانتاج الحربي بدأت تدخل في تطوير المزلقنات الإلكترونية فأنا أصدقل أن الفكر والتكنولوجي موجودة ولكن التطبيق يحتاج إلى شيء من الجرأة وإن إحنا نعمل بايلوت بروجيكت أو نجرب ونبتدي نطور من نفسنا وهو ده اللي بناء عليه بيتم تطوير أي صناعة فعيدة طيب يعني بداية فكرة التطوير يعني ممكن يكون زيارات ميدانية للطلاب لمثل هذه المشروعات مشروع جديد زي القطار الكهربائي في مصر بيعتبر أنه اكتساب أو أنه يشرب الخبرة نفسها وأنه نقدر نستفيد به ككادر فني مؤهل ومميز بالنسبة للسوق المصر مش بس زيارات ميدانية نحن عندنا الطلبة بطول الكليات العملية زي الهندسة بينزلوا في تدريب ميداني صيفي ففي فترة التدريب الميداني بينزلوا لمواقع العمل المختلفة سواء كان مواقع أعمال إنشائية أو أعمال إلكترو ميكانيكية أو أيا كان مشروعات اللي بيتضربوا فيها كل حسب تخصصه فبيبتدي يعني يكتسب زي ما حضرتك أشرت الخبرة ويرى ما درسه بشكل نظري ينفذ على الطبيعة وبالتالي لو في أفكار أو في نقاش مع القائمين على التنفيذ ممكن يبقى ده شيء جيد لتبادل التكنولوجيا من خلال هذا التدريب للمهندس أو خلينا نقول الطالب قبل ما يتخرج حتى بيقوم بهذا التدريب على وعلى أنه يكون هناك ما يسمى بمشروع التخرج الطالب قبل ما بيتخرج ويبقى مهندس بياخد بروجيكت بيقوم بإعداد هذا المشروع ويعمل التصميم الخاص به من الألف إلى الياء وبينقشوا مع مجموعة من الخبراء ليسوا فقط من أساتذة الجامعات قد نستعين في مناقشة المشروع ببعض الفنيين من جهات الصناعية والجهات التنفيذية حتى يكون هناك جدوى لأننا لازم أربط سوء العمل بالبرودكت اللي هو الطالب اللي بتخرج لابد أن يكون عنده المهارات التي تفيد سوء العمل لأنه لو انفصموا عن بعض يبقى أنا المتخرج أو الخريج بتاعي غير قابل للالتحاق بسوء العمل وديها تعمل مشكلة صحيح طيب تجربة القطار القهربائي ممكن تجربته بين المحافظات نفسها يعني احنا شفنا جهود كبيرة جدا لشبكة الطرق في مصر بعمل العديد تمهيد الطرق حتى حدثنا عن طريق مصر اسكندرية الصحراوي أو الإسماعيلية برسعيد أو الدائر الإقليمي الجديد جهود كبيرة جدا للدولة في هذا الإطار إذن حدثنا عن القطار القهربائي ممكن ربطه بين المحافظات وبعضها وبعض تيسير على لأن حضرك عارف أنه عادت كبير جدا من الناس بتشتغل من المحافظات بتيجي القاهرة والجيزة للعمل وبتعود مرة ثانية في نفس اليوم شوفي أنا هبدأ بالمشروع القاومي للطرق بما أن نساتك أشرت إليه الدولة في الفترة السنتين ثلاثة اللي فاتوا تم بها عدد من المشروعات شكرا للمشاهدة